سنستهل أخبارنا الاقتصادية لنهار اليوم بشركة الجزائرية الإيطالية حيث مشاهدين الكرام وقاعة الجزائر مع إيطاليا عقود شراكة في الصناعة الاتفاقية الأولى بين المجمع العمومي الجزائري ديفاندوس والشركة الإيطالية سيتي بي أنتي والشركة الإسبانية وشركة الإسبانية أقول كيربان لتصنيع المنتجات الخزفية أما ثانية في تصنيع القطيرات وعربات الجر للمراكبات الصناعية كما وقع مجمع إيفاك اتفاقية أخرى مع الشركة الإيطالية بوب سيستمي لصنع أنظمة للرفع الهيدروليكي وتم إبرام الاتفاقية رابعة بين مجمع حسنوي والمجمع الإيطالي تيكناشم لتصنيع المواد المواجهة لمصانع الإسمنت أما بالنسبة للاتفاقية الخامسة فتتعلق بإنشاء مؤسسة مختلطة بين الشركة الجزائرية لإنتاج المحولات الكهربائية إلكترو إندستري وشركة إيطالية لإنتاج المحولات ذات الضغط العالية اشتركوا في القناة